نحيي اختيار أول نوفمبر لإجراء الاستفتاء وذلك بالنظر لما يحمله من دلالات قوية على استجابة لرغبة الشعب الذي قرر ذات الفاتح من نوفمبر 1954 أن يستعيد سيادته ولإجابة عن سؤالكم المتعلق باستحداث جملة من المؤسسات الرغبية ومن المؤسسات الاستشارية ومدى مساهمتها في إرساء الممارسة الديمقراطية دعونا أولا نستعرض أهم المهام المنوطة بها لنستشف دورها في إرساء الديمقراطية لقد أفرض المشروع الجديد المتضمن التعديل الدستوري لسنة 2020 باب خاص لهائة الرغبة هو الباب الرابع الذي يحمل عنوان مؤسسات الرغبة باعتبار أن هذه المؤسسات والهائات مكلفة بالتحقيق في مطابقة العمل التشريعي والتنظيمي للدستور والتحقيق في كيفية استخدام الوسائل المادية والأموال العمومية والتسيرها ولقد خصص الفصل الأول من هذا الباب للمحكمة الدستوري باعتبارها مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور ومهمتها ضبط سير المؤسسات ونشاط السلطة العمومية بطبيعة الحال فلدينا رقابة مطابقة القوانين الدستور والفصل في الطعون الانتخابية إعلان نتاج النهائية للانتخابات الرئاسية التشريعية والاستفاءات والجديد أن مشروع التعديل الدستوري قد أسند لها صراحة الفصل في دستورية المؤهدات والقوانين والأوامر وهذا شيء جديد جاء به الدستور وكذلك التنظيمات كما أتحى المشرع إمكانية تختارها بشانة خلافات التي قد تحدث بين السلطة الدستورية وأسند لها صراحة مهمة تفسير أحكام الدستور وهي مهام أساسية تخول المحكمة الدستورية حقيقة مهمة إعطاء الضمانات لأخلقة الحياة العامة في الجزيرة باعتبارها جزء من مشروع المجتمع الذي اقترحه السيد عبد مجيد تبون رئيس الجمهورية على الشعب الجزائري أثناء حملته الانتخابي وهي بذات أيضا ناسية ما من خلال صهرها على ضمان احترام الدستور تحمي أبرز المبادئ الديمقراطية المكرسة فيه من تداول على السلطة وصون لحقوق وحرية المواطن وحماية المعارضة إلى آخره وترسخ مبدأ الدستورية والاحتكام للقضاء والحرص على فصل السلطات وفض النزاعات بينها وتساهم في إرساء الدعايم الديمقراطية وهذا شيء هام أيضا فقد خصص الفصل الثاني للمجلس المحاسبة باعتباره مؤسسة مستقلة للرقابة على الممتلكات والأموال العمومية يكلف كذلك بالرقابة البعدية على أموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية وكذلك رؤوس الأموال التجارية تابعة للدولة ومن ثم يساهم مجلس المحاسبة في ترقية الحاكمة والشفافية في تسيير الأموال العمومية وهو شق مهم أساسي في أخلاقة الحياة العامة وفي إرسال ترسيخ كذلك دعايم الديمقراطية لا سيما وأن التقرير الذي يعده ويرفعه لرئيس الجمهورية سيتم نشره وهي إضافة نوعية جاءت لإبقى مواطننا على اطلاع بكيفيات تسيير المال العام وللعلم فإن المجلس المحاسبة يجب عليه كذلك أن يقوم بالتسديق على حسابات الدولة وهو إجرى جوهاري يعطي مجدقية ميزانية للدولة وهذا نص عليه على كل حال في الأخيرا في القانون العضوي المتعلق لقواني المالية أما المؤثر رقبية الأخرى التي دسترت في الدعليل الدستوري سنة 2020 هي السلطة الوطنية المستقلة انتخابت باعتبارها مؤسسة مستقلة تتولى مهمة التحضير والتنظيم وتسيير الانتخابات الرئاسية التشريعية والمحلية كذلك وعملية الاستفتاء والإشراف عليها وتمارس مهامها في شفافية وحياد وعدم التحيز وبالتالي إضافة شفافية ونزاهة على انتخابات الأمر الذي يعطي مستقية للمؤسسات ومن شأنه كذلك تمتين العلاقة بين الحاكم والمحكوم واسترجاع ثقة المفقودة بينهما ويعز الممارسة الديمقراطية في بلادنا يعني شيء أهم واستحدث النص الدستوري الجديد السلطة العلية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وهي من أهم الإضافات يعني ما كانت موجودة في الدستوري القديم التي جاء بها بطبيعة حال الدستوري الجديد في تفادي الوصول إلى وضعية مماثلة تلك التي عاشناها سابقا وهي أيضا مؤسسة مستقلة من المهام أنها تضع استراتيجية وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنفيذ ومتابعة البرامج نتعا وجمع وتبليغ الجهات المختصة بالمعلومات حول الفساد واختار مجلس المحاسبة والجهات القضائية المختصة بالمخالفات إذا كان فيها هناك مخالفات وتعمل أيضا على نشر ثقافة الشفافية والوقاية ومكافحة هذه الأفا ومن ثم المساهمة في أخلقة الحياة العامة وتعزيز مبادئ الديمقراطية والحكم الراشد الجديد أيضا كما تفضلتم به هو المرصد الوطني للمجتمع المدني المرصد الوطني للمجتمع المدني هذا ثاني كذلك جابيه الدستور الجيد وهذا شيء هام وهو هيئة رقبية ليس بها هيئة رقبية وإنما استشارية ومن صالحية هذه الدستورية المساهمة في ترقية قيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة والمشاركة مع المؤسسة الأخرى في تحقيق أهداف التنمية هذه الهئة تقدم أراء وتوصيات تتعلق بانشغالات المجتمع المدني هذا الكل مبادي تترجم رقبة المؤسس الدستوري في ترسيخ الممارسة الديمقراطية نروح إلى أبعد من ذلك المادة العاشرة من الوثيقة جاءت لتؤكد هذا الحرص من خلال تنصيصها على أن تسعى الدولة إلى تفعيل دور المجتمع المدني للمشاركة في تشيير الشؤون العمومية وكذلك الفقرة الأخيرة من المادة 16 التي تقول تشجع الدولة الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية لا سيما من خلال المجتمع المدني وهنا نستنتج أن المؤسسات هذه الكل سواء كانت رقبية مستقلة أو استشارية جاءت وترقية في ترقية الممارسات الديمقراطية في جزائر تحويل المجلس الدستوري لمحكمة دستورية هو تأكيد على المكان الهامة التي خصصت بها هذه الهيئة الدستورية في الدستور الجديد وكذلك هي تمثل الرغبة في إضفاء طابع القضائي يتكلمت عنها ذلك أنت بمخص المادة 145 اللي كانت سابقا 188 على احترام القانون وتضمن الرقابة على دستورية القوانين خاصة من خلال المادة 195 من المشروع الجديد التي تتعلق بالدفع بعدم دستورية فهي تحمي حقوق وحرية المتقذين في إطار الرقابة البعدية أثناء أي محاكمة سوى كانت مدنية أو جزائية أو إدارية هذه على كل حال فيما بعد إذا حبيتوا نزيدوا نفصلوا فيها أكثر ومن المهام الأساسية الجديدة أيضا أن المحكمة الدستورية تفصل في الخلافات التي كانت تحدث بين السلوطات الدستورية مع تحديد الجهات التي يمكن لها إختار المحكمة بموجب المادة 193 من الدستور الجديد رئيس الجمهورية رئيس مجلس الأمة رئيس المجلس الشعبي الوطني الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة المحكمة الدستورية ستشكل قيمة مضافة في النظام الدستوري الجزائري وستعزز من ركاز الديمقراطية من خلال حرصها على احترام القانون والدستور وما تتميز به المحكمة الدستورية عن المجلس الدستوري هو أنها تتدخل بصفة أساسية في النقاش السياسي تتدخل بصفة أساسية في النقاش السياسي لماذا؟ لتفادي شلل المؤسسات الدستورية الذي من شأنه أن يجرنا إلى صعوبات سياسية لا تحمد عقبها وإحنا كما أنتم تعلمون عشنا هذا الوضع فعلاً إن شاء المحكمة الدستورية والتي سابق وأن فصلنا في اختصاصاتها بالإضافة إلى تعزيز صلاحيات وكذا تعزيز استقلالية الميليس الأعلى للقضاء وأنا أثمن هذه الإضافات التي تعتبر دعامة أساسية لإستقلالية القضاء التي ينشدها رئيس الجمهورية ويمكن له بالفعل أن يساهم في تعزيز دولة القانون والفصل بين السلطات كيف ذلك لقد سبق أول شرنا إلى أن المحكمة الدستورية ستلعب دور الحكم وضامن الاستقرار بين السلطات الثلاثة أي أن من مهامها فضل نزاعات بين السلطات الثلاثة بشكل الذي يوقي البلاد من الأزمات السياسية التي قد تحدث وقد تؤدي إلى شلل إحدى السلطات أو المؤسسات الدستورية أو تعطن إحدىها وفي ذات السياق تندرج إمكانية إختارها من قبل نفس الجهات المخولة الدستوريين لتفسير حكم أو عدة أحكام دستورية بإبداء الرأي وهو ما من شعنه المحافظة كذلك على استقرار البلاد وتجنيبها الكثير من الأزمات التي قد تنجر عن أي لبس أو شو تفسير وبتالي المساهمة في ضمان عدم استلاء أو اعتداء أي سلطة عن قزد أو عن غير قزد على صالحية الأخرى سأتراقب حتى النظام الداخلي للغرفتين لمطابقته للدستور وهذه سأتمنع بهذا المجلس الشعبي الوطني في استعمال بعض البنوط لتكون مخالفة للدستور الثاني سأتراقب مطابقة النظام الداخلي لكل غرفتين لمطابقته للدستور ولا شيء ممكن أهم أما من جهة أخرى فإن دولة القانون التي نتوخها جميعا تقوم على مجموعة من المبادي أهمها سموء الدستور سيبرماسي للكونستيوشيون وهو ما ستعمل على ضمانه المحكمة الدستورية من خلال ما سبق لنا ذكره والمبدأ الهام الثاني لدولة القانون يكمنه في استقنالية القضاء استقنالية القضاء وقبل التطرق إلى تعزيز صلاحية المستعالة للقضاء لابد من إشارة إلى مبدأين همين قد تم تكريسهما للاستفاء بموجب المادة 1360 التي تنص على أن القضاء سلطة مستقلة القضاء سلطة مستقلة وأن القاضي مستقل لا يخذع إلا للقانون أما أبرز الضمانات الدستورية لضمان هذه الاستقلالية التي كنا نتكلم عنها فهي مراجعة تشكيلة وأنا أصر على التشكيلة وصلاحية المجلس الأعلى للقضاء لأنها لعله مراجعة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء من خلال تكريس رئاسة رئيس الجمهورية الذي هو باعتباره القاضي الأول للبلاد وطبقا لصلاحيته المحددة في المادة 84 من الدستور يحمي الدستور ويسهر على احترامه مع إبعاد وزير العدل باعتباره أحد أعضاء الجهاز التنفيذي من تشكيلته له أحد أبرز الدلالات على سعي المؤسس الدستوري لضمان القدر الأسمى من الفصل بين السلطات والتكريس استقنالية القضاء وهذا المواطن يجب أن يفهم ويعمن بها يجب أن يفهم ويعمن باللاججتيس تنفعات الاندبوندونت يجب أن يفهم نقطة أخرى من 15 من أصل 22 عضو هم قضاء منتخيبون من قبل زملائهم يعني معناها 75% من التشكيلة هذه كل تشكيلة هذه خاصة بالقضاء بينما إذا كان قارن بين بعض البلدان مثلا في فرنسا كان 40% برك من القضاء و60% الباقين هم شخصيات معينين من خارج السلك القضاء نشوفوا باللي يعني هنا فرنسي نطابل تضاف إليهم 6 شخصيات يتيم مختار وها بحكم كفائتهم من خارج السلك القضاء اثنين يختارهم رئيس الجمهورية واثنين يختارهم رئيس المجل الشعب الوطني من غير النواب واثنين يختارهم رئيس المجلس الأمة من غير الأعضاء بالإضافة إلى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وهذا ثاني كذلك وقت ما دخلوا رئيس المجلس لحقوق الإنسان ثاني شيء عظيم مدام هو مكلف على كل حال بإحماية الحقوق إذن فالتشكيلة تحكس إلى حد كبير إرادة المشرع في تكريس فصل السلطات ودولة القانون أخيرا فإن المجلس الأعلى للقضاء ومن خلال صلاحيته في ظو مواد المشروع المطروح لاستفتاء هو الذي يقرر تبقى للشروط التي يحددها القانون تعيين القضاة ونقلهم ومساريهم الوظيفي كما أن الفقرة الثانية من المدى 1881 من المشروع تنسوا على أن يتموا التعيين في الوظائف القضائية النوعية بموجب مرسوم رئاسي بعد رأي مطابق للمجلس الأعلى وهذا ثاني يعني القضاء هذا قبل 1881 كان موجود ولكن بعد غير القانون لأغراض ما نشعر فواش ولكن الرجوع إليه الرجوع الحق فضيلة مدام أي حركة تكون ولا حاجة لابد أن المجلس الأعلى للقضاء يمد رأي مطابق للمجلس يعني استاذ يركو رئيس الجمهورية رأي يطلب دائما رأي مجلس الأعلى للقضاء سيساهم ثاني فعلا في تعزيز استقلالية القضاء لأن ضمان استقلالية النظام القضائي يتطلب يتطلب بطبيعة حالة ضمان استقلالية كل قضي ولما نجعل تسير المصاري البهاني للقضاء من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء بتشكيلته المعدلة من خلال مواد المشروع والتي تبقي السلطة التنفيذية بعيدة كل البعد عن تدخل فيه وهذا هو الذي يعزز من صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء يعني السلطة التنفيذية تكون بعيدة هذا الشيء يتيح للقضاء في إطار يضمن حقوقهم خاصة فيما يتعلق بالتنظيم وتسير حياتهم المهنية بما يعززني كذلك أدائهم في ذات الوقت يراقب انضباطهم بما يركي ذات الأداء ويرفع كفاءة وجودة عملهم بالنسبة يعني المغزى هو استعادة ثيقة المواطنين في العدلة هذه هي FNCC شرصة يعني لازم المواطن يقولي ثيق في العدلة شيء أخر هام هام جدا من غير الممكن أننا نفوت عليه مرور الكرام الوثيقة المطروحة أمامنا تدستر مبدأ عدم نقل قاضي الحكم مبدأ عدم نقل قاضي الحكم ينا موبيليتي دي جوجد يسياج في بيانطن جوجد يسياج ذي من الشروط وبيسير محددة قانون أيضا لا يعزل القاضي ولا يمكنه يقافه عن العمل أو إعفاؤه أو تسليط عقوبة تعذيبية عليه أثناء ممارسة مهامه أو بمناسبتها إلا في الحالات وطبق الضامنات التي يحددها القانون وزيد على ذلك بقرار معلل من المجلس العالمي القادة بقرار معلل استديركم للكونسيش بيرلار دواج جيشتي فيه ومع كل هذه الضامنات فإن القانون يحمي المتقاضي كذلك من أي تعسف يصدر عن القاضي وهذا شيء جديد ثاني يحميه ويعاقب كل من يمسوا باستقلالية القاضي أو يعرق الحسن سير العدلة وتنفيذ قرارتها من جهة أخرى يمكن للقاضي أن يخطر المجلس العالمي القاضي في حال تعرضه لأي مساس باستقلاليته يعني أنه ينجم مباشرة يرسل للمجلس العالمي القاضي وقرأني وراء موضوع مش عارف أنا تهديدات أو مضايقات ولا حاجات هنا يمكن مباشرة تصلي تعديل الدستورين عميقاً مثل الذي نحن بصدده لا بد أن تترتب عنه مراجعة جملة من القوانين العضوية والقوانين المعدية لجعلها تتماشى هو النص الجديد بل استحداث نصوص جديدة وعلى سبيل المثال لا الحصر يعني ببدون يعتبر أنديكاتيف فإن من القوانين التي سيمسها التعديل نجد مثلا القانون العدل الانتخابات وقد كما تم تعلمون قد تم تنصيب لجنة بالفعل لبدء الأمل على مراجعته مكونة من أستيدة ومختصين وإطارات من وزارة الداخلية قانون العدل للحزاب السياسية القانون العدل للجمعيات قانون الإعلام قانون المجلسة العقضاء قوانين البلدية والولاية قانون محاربة الفساد إلى غيرها من القوانين التي سيتم متعدلها ويعادة النظر فيها لمطابقتها وأحكام الدستور الجديد حالا موافقة عليه بطرف الحال من طرف الشعب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا